السيدات والسيدة مساء الخير في تاريخ الغناء محطات فاصلة وأصوات كتبت تاريخ الذوق والمزاج والإحساس المصري موسيقار الشعب سيد درويش وضع الأساس ثم جاء من بعده عظماء بنوا هرم الغناء المصري أضافوا وجددوا وكتبوا بألحانهم وبأصواتهم قصة حب المصريين للحياة لو تكلمنا تحديدا عن نجوم الغناء من الرجال الذين طبعوا أسمائهم على عصور الترب والأداء الرفيع هناك على سبيل المثال عصر محمد عبد الوهاب عصر محمد فوزي ثم جاء عصر عبد الحليم حافظ ثم العديد من الأصوات المصرية التي ملأت حياتنا بالبهجة وبالجمال من أواخر السبعينيات وحتى الآن كان من حظ المصريين عشاق الغناء أن يفخروا بأنهم عايشوا واستمتعوا بعصر علي الحجار معي للحديث عن عصر الغناء الجميل وعن أعماله مع جيل المبدعين من الكتاب والملحنين الفنان الكبير علي الحجار الفنان والقيمة الكبيرة جدا في حياتنا القيمة الفنية والقيمة الأخلاقية أيضا علي الحجار أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وشكرا طبعا أنه يعني ديتي فرصة أن أبقى معاك لا أهلا وسهلا بك يعني إحنا سعداء جدا أي حد يتمناها شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا الحقيقة كان عجبني تعبير جميل جدا جدا قلته عن والدك وقلت أنا لو حبتدي أي حاجة حبتدي من أول السطر وأول السطر هو والدي الفنان الكبير الأستاذ إبراهيم الحجار أي حكايت من أول السطر يعني الطفل الأول ما بيوع على الدنيا بيبقى باء أول السطر بالنسبة له لسه الصفحة بتبقى بيضة ولسه لو فيه أسطر هيبقى باء البداية بداية أول السطر يعني أبويا ما كانش بيقول النصايح بشكل مباشر كان بيتصرف وإحنا نشوف التصرف ده فنقتدي بيه أو نتعلم منه أو كده فهو الحقيقة طول عمره الأسطر بتاعته كلها ما شاء الله كلها ثقافة وفايدة وإيمان ورضا جميل ورحمة وتسامح حبتديك ما عندكيش فكرة الرجل ده قد إيه كان عمره ما زعل من حد عمره ما حقد أو غار أو يعني ما عندوش الحاجات اللي هي الإنسان بيبقى ليه متطلبات في الدنيا فهو ما كانش ليه متطلبات في الدنيا غير رضا ربنا عنه وكان دايما يبقى واقف في اتجاه القبلة يقول لربنا سبحانه وتعالى إن لم يكن بك غضب علي فلاقه بالي دي كانت يعني فلسفته في الحقيقة إنه يرضي ربنا فبالتالي بيرضي نفسه بينام مرتاح جدا جدا جميل فإنه الواحد يشوف كده من هو صغير صحيح أنا مطلعتش زيه ويمكن أحمد أخوية اللي طلع زيه أكتر ورقفت اللي عيش في دبي لكن يعني ما هو جينات جينات ونفس الناشئة يعني آه آه نفس الناشئة الجد كان منشد آيوه آيوه وأنت يعني تعلمتوا الكرآن وقراءت الكرآن من الصغر بابا دخلنا كتاب أنا وأحمد قبل ما ندخل المدرسة الابتدائية يعني قبل ابتدائية قبل ما ندخل الكتاب التقليدي العادي العادي والشيخ محمد برضو كفيف والنشوء مثل برطمان والعصايا اللي هي فيها كورة في الآخر عشان من الصوت يسمع مين اللي غلط يضربوا بالعصايا آه فيعني كانت من الأول خالص المدرسة بالنسبة لنا هي المدرسة الروحانية الطيبة يعني أيوه طيب أنا برضو عايزة أرجع وراء شوية كان لك أغنيات مع قبل فضيلة في الإزاعة كنت كل أسبوع تقريبا بغني أغنيتين يعني كنت خلاص في برنامج الأطفال الأشهر يعني آآ آآ اللي هو غنوة محدودة وكنا أصحاب جدا جدا هي مستطيبة أن طالب في كل قيد الفنون جميلة لسه وكنت وقتها لسه حتى ما تعرفتش بالأستاذ بليغ حمدي كنت بشتغل في فرقة من فرقة التراث فرقة الموسيقى العربية اللي بنغني فيها الموشحات والأدوار وكده وكنت بدأت يعني دكتور راتيب الحفني كت بتزيع برنامج اسمه من الموسيقى العربية كل يوم جمعة فبدأت أتعرف شوي بس مش بأغنياتي ما كانش لي أغنية خاصة يعني بي لكن كنت بدأت أتعرف وكان الدكتور يوسف شوقي في الفترة دي الله يرحمه يعني تبنى فكرة أنه يعمل لي ألحان للأطفال مع قبل فضيلة وهو الأول واحد دخلني في الموضوع ده وكنت بحب أشتغلها حتى ما كنتش بطلب فلوس يعني ولذلك لما جيت أخذ بعض الأغنيات ونزلها في شريت كان وقتها شرايت حبيت أستأذنها قالت لي نزلها يعني أنت ما بتاخدش مننا في الوصفة نزل الحاجات دي وأنا حتى لما بعتها للشركة دي كانت اسمها صوت العلم وكان مهمتها حلوة جدا الكتب الدراسية بتاعة كل المراحل الدراسية بيعملوها مسموعة في شرايت فكانت فكرة حلوة وحبيت قوي أنه لما الراجل قال لي لو عندك أغاني أطفال هاتها حبيت أنه الفكرة قد كده تنويرية وتثقيفية لكل المراحل من ابتدائي لغاية سنوية درباتي ما عندناش يعني أغاني أطفال إحنا بقالنا كتير سنين طويلة لا ننتج أغاني أطفال حتى من قبل الثورة بكتير يعني حاجة طبعا بديهية أنه البداية من الطفل هي دي أول السطر يعني نعلمه يغني نعلمه يعني يتزوج يتعلم كل حاجة وده مهمة أوي لازم يبقى عندنا أغاني أطفال ومعروفة مشهورة طبعا طبعا حريق درواتي ذكرت اسم طبعا جميل في تاريخنا الفني أستاذ باريخ حمدي أيه هو المكتشف آه هو يعني برضو شافني في برنامج من برامج الدكتورة رطيب الحفني بتاع الموسيقى عربية وبعات لي جابوني من كلية الفنون الجميلة روحت له وكلية جنب مكتبه كان مكتبه في الزمالك برضو كان لقاء حلو جدا جدا وسألني طبعا أنا أنت ابن إبراهيم الحجار أو تقرب له وكده قلت له آه أنا ابنه يعني كل الناس اللي في الوسط اللي من جيل بابا عارفين قيمة أبويا يعني لأنه كان معتمد لمدة عشر سنين في الإزاعة وكان ليه ربع ساعة كل شهر بيغني فيها أغنيتين دايما ويعني بقى حاسس أنه لقاء الإية يعني يعني بقى مبسوط جدا وقضيت معاه حوالي سنة ونصف الأول كل يوم بعد ما نروح كلية الصبح عدي عليه في المكتب نقعد مرة على البيان ومرة على العود يخليني أغني أغاني مختلفة ويجس مناطق صوتي فين المناطق العالية وفين المناطق الوسط والقرارات العريضة يعني فضلي جس مساحة صوتي ويشوف هو أحسن فين لغاية ما لقى لي المنطقة بتاعتها لقد محبينة يعني ظهرت في حفلة كانت مع حفلة كانت في نادي الزمالك وردة جزائرية نجمة كبيرة جدا وردة جزائرية وكانت زوجته وقتها كمان وغنيت أغنية جميلة أغنيتين يعني ما زلنا طبعا تكرينها على قد محبينة على قد محبينة كان عبد الرحيم منصور اللي كاتبها وغنيتين على قد محبينة كانت متطوقرة ومعصرة ومدرن على الفترة دي التانية كان فيها طرب وببق بليالي وموال اسمها طاب العينب الغنيتين خلوني الصبح صحيح من أنهم لقيت نفسي معروف يعني خلاص وهو كان مجاهز أفشات في كل الشوارع عشان الشريط كنا مسجلين الأغاني في الستوديو هنا في الإزاعة في استوديو 46 في المبنى هنا ورح منزل الشريط بعد الحفلة بيوم أو يومين يعني حليق دروقتي عارف يعني بتوجه نظرنا برضو الحاجة مهمة كنت بتغني مع قبلة فضيل فبرامج الأطفال مهمة كنت فيه البرنامج مع الأستاذة رتيبة الحفني فبرضو مهم جدا ثم التقطك فنان كبير هو بليه حمدي وقدمك في حفلة كبيرة مع أغنية جديدة ومع مطربة كبيرة وردة الجزائرية يعني الحاجات دي كلها إحنا أعتقد أن إحنا مفتقدينها في حياتنا دلوقتي والله يعني آه أنا أتمنى طبعا أنه يبقى فيه عند الملحنين اللي هم أسماهم كبيرة دلوقتي أو الشعراء اللي أسماهم كبيرة فيه دلوقتي في مصر شعراء ملحنين نجوم زي المطربين وزي الممثلين لو يتبنوا هم كمان المواهب الجديدة ويقدموهم مهمة أوي مهمة طبعا يعني حضرتك عارف أن أنا عملت الحكاية دي سبع ثمان سنين ووقفت بس عشان الكورونا كنت بكتشف مواهب يعني كتير وقدمهم معي في حفلاتي من الشعراء والموسقيين بيلعبوا ألات موسقية أو المطربين والمطربات فترة طويلة بس ما كانش عندي إمكانية أن أنا أكلم مثلا قناة كذا أو إذاعة كذا عشان الحفلات دي تتزاع لأنه كان حيفيت كتير المطربين والمطربات والعزفين والشعراء اللي أنا قدمتهم في السنين اللي فات أنهم يتسمعوا برأ إطار المكان بس اللي أنا بغني فيه صحيح طبعا فنان الكبير سازعالي الحجار يعني أنا أحيانا يعني بيتكلموا على إنتاجك الفني الغزير لك كم أغنية تقريبا ألف اتنين تلاتة أربعة تلاف خمس تلاف هو المرصود كتاباتا لغاية دلوقتي تلاتة تلات تلاف أنا أعتقد أنه أكتر مقدمات مثلا المسلسلات أنا عملت حوالي 120 مسلسل أقل شوية أكتر شوية كان معظمهم مش مقدمة وأنها بس كان بيبقى فيه أغاني جوة بتعلق على الأحداث اللي بتحصل جوة داخل المسلسل يعني فالأغاني دي رغم أن هي دي أو نص ودقتين وكده لكنها هي أغنية أغنية كتبها شاعر ولحنها ملحن وتنفذت بموسيقيين وكرال وهندسة صوت وستوديو فهي بتعتبر أغنية حتى أغاني دلوقتي بتبقى دقيقتين ونص ثلاثة ما بتزيدش عن كده فيعني هي الجائزة اللي أخدتها من جائزة السلطان قبوس كانوا هم رصدوا الموضوع ده عدد الأغنيات ونوعيتها والتنوع يعني حضرتك برضو بتكلمي في موضوع مهم جداً أنا عمري ما ذكرته في حتة يعني اللي هو التنوع ما بين الأغاني العاطفية والأغاني الرومانسية يعني أو الإقعية أو كمان الأغاني اللي ليه علاقة بالدراما لأن ده كان باب جديد تفتح يعني من أول مسلسل الأيام بتعتها حسين كان قبله في مسلسلات فيه التترات مغنية برضو من كورس أو كده لكن الأيام بدأ يفتح سكة أنه بقى فيه حاجة اسمها مقدمة للمسلسل يغنيها مطرب أو مطربة تدي للناس فكرة عن المسلسل اللي هيتفرجوا عليها يمكن دلوقتي فيه كتير مسلسلات في التتر بتاعها يبقى جميل بس ملوش علاقة بالمسلسل ملوش علاقة بالدراما الداخلية للمسلسل لكن ساعة ما عملنا طبعاً عمار الشريعي وسيد حجاب والخال عبد الرحمن الأبنودي لهم فضل كبير جداً في أنهم غيروا فكرة يعني إيه غنى للدراما للدراما التلفزيونية والناس بتفتكر حتى الدراما التلفزيونية بالأغنيات اللي كانت بتسبيقها أو في نهايتها أو في المنتصف ليه بطلنا ده؟ يعني ليه الدراما حالياً نادراً ما يصحبها أغنية؟ يعني لا بيحصل طبعاً في كل المسلسلات أو معظمها تتر مغنى لكنه في معظم الأوقات مش أقل الأوقات في معظم الأوقات بيبقى تتر حلوة خلاص أغنية يعني صلتوا إيه بالدراما الداخلية؟ بيبقى دي المشكلة إن هم بدأوا يقولوا إنه طب ما نعملها أغنية لطيفة وتنفع بعد كده تبقى فيديو كليب أو تنفع بعد كده تستمع لوحدها فبقوا بيبعدوا شوي عن إن الأغنية دي ليها علاقة بالتلاتين حلقة اللي هتزيع درامياً دي شيء غريب برضو يعني آه يعني بقى فيه هو دخل في الفن برضو فكرة إنه التجارة حاجة كويسة جنب الفن بس أنا رأيي إنه يعني إنه الفن طبعاً الفن اللي ما فيهوش متعة واللي ما يجيبش فلوس أكيد بيبقى ناقصوا حاجة لكن بالتحديد الدراما في التلفزيون أو في المسرح الأغنية لازم يبقى ليها علاقة بالمشهد أو بالموقف أو بالحدود يعني كان لحديك حتى رأيي في هذا الموضوع إنه الواحد لما بيردد هذه الأغنية بعد سنين أو أو بيفتكر الدراما اللي كانت بتصحابها وبالتحديد الدراما الوطنية بيحسر طبعاً الدراما الوطنية بتحتاج لأغنيات تبقى عالقة في الزهن يعني طبعاً يعني إلى الآن أنا بقى لي دلوقتي من سنة 92 أو 91 لما الأستاذ بليخ حمدي عمالي اللي بانى مصر كان في الأصلحة لوانية لغاية دلوقتي بختم بيها كل حفلاتي بطلب من الجمهور يعني خلاص بقت مقرر إنه هي دي اللي بقفل بيها كل الحفلات يعني لأنه أنا بحس إن هي كأنها نشيد وطني برضو أو كأنها حاجة فولكلوريك كده حاجة تراسية فضل كبير يرجع لسيد حجاب وبليخ حمدي يعني كان من حظك طبعاً إنك تعاملت مع كبار الفنانين سواء في الكتابة أو في الألحان آه طبعاً حظ هو مش حدعي إن أنا يعني شاطر وعندي زكاة فانية لا مؤكد إنك شاطر دي مبدئياً يعني ربنا يخليك كتر خيرك طبعاً بس هي صدفة النوء اللي قدمني في الأول يبقى بليخ حمدي بكلمات لعبد الرحيم منصور ثم في خلال سنة أتعرف بالقصد صلاح جاهين في الدين الربعيات ألحان الشيخ سيد مكاوي أيه أيه يعني اتنين كبار جداً جداً فيقوم عمار الشريعي وسيد حجاب يقوله الواد الغنى لصلاح جاهين وسيد مكاوي وبليخ حمدي وعبد الرحيم منصور نجيبه في مسلسل الأيام فالخال عبد الرحمن الأبنودي يجبني في مسلسل النديم فتتوالى الحاجات ألاقي نفسي بيشتغل مع الكبار طول الوقت في المهنة دي ألاقي الأستاذ الموجي يعني العمل مع الكبار قطعاً أكسبك شيء في حياتك إيه أكيد أكيد لأن أكسبني أنه لما أجي أشتغل مع الأصغر سناً منهم لازم يبقوا كبار برضو يعني عمار الشريعي عمر خيرت ياسر عبد الرحمن أحمد الحجار خليل مصطف أسماء كتير إلى الآن لما بختار حتى الصغيرين سناً بختارهم كبار في موهبتهم يعني لأنه ده اللي تعلمته من الكبار يعني الفنان الكبير عمر خيرت كان ضيفنا وبنقوله مين أكتر صوت بيعجبك وتحب تتعامل معاه وتلحن له قال علي الحجار هو حبيبي يعني هو عشان غنينا مع بعض كتير اشتغلنا مع بعض كتير أشهر الأمنيات دايماً يقول أمني دي عرفة عرفة أكتر حاجة شهرت بس فيه ناس كتير بتطلب في هويد الليل وغوايش ومسألة مبدأ ومطر وعصفور ارتعش يعني فيه حاجات كتير اشتغلناها مع بعض في مسلسلات كتير أنا شفت مرة لحضرتك تسجيل مع أركستر أجنبي بتغني معاهم هذه الأغنية كان احتفال بحاجة سيحية أو تنشيط للسياحة في دبي وكانوا عاملين يعني في احتفالية عاملين احتفالية لمغني الأوبرا العالمي دومينجو بلاسيدو دومينجو فهو اقترح أنه عايز يغني أغنية بالعربي يعني عايزي جميلهم فقال لهم عايز يغني أغنية بالعربي تكون دايو أو دويتو مع مطرب عربي فهتقولي أسمع المغنيين اللي عندكم فودوا له استوانات المغنيين اللي هم ينفع أن هم يبقوا بالعربي كأنهم يعني يوازوا مساحة صوته الأوبرا لي يعني فهو اخترني من ضمن الاستوانات الإسمائية يعني ودعوني بقى أني أروح أعمل بروفات وكده فأخدت معايا كنا اتفقنا على أغنية اسمها يا سلام يا دبي وهو دومينجو اختارها يعني هم قالوا له ديم مشهورة عندنا وعملت بروفات عليها معاك مع الأوركستر الألماني بادن بادن دول ويوم يوم البروفات جنرال حطيت أغنية عارفة كان عمر خيرت كالترخير والداني البرتاتورة والبرتات البرتاتورة دي بتبقى حوالي مثلا 25 صفحة كراسة كده كبيرة فيها 25 أو 30 صفحة على حسب حجم يعني طول الأغنية وحجمها بتبقى دي للمايسترو بس الكوندكتور اللي واقف بيقود لأنه في كل صفحة بيقرأ كل الألات اللي موجودة هتلعب ازاي والبرتات اللي هو كل بارت كل آلة موسيقية ليها صفحة قدامها بتاعتها لأنه كل آلة موسيقية ليها مفتاح زي مثلا كمان جاليها مفتاح سول اللي مفتاح فاق يعني كل آلة ليها مفتاح بتاعها وطريقة الكتابة بتاعتها فحطيت البرتات قدام 64 عازف وعازفة اللي هبوها وان تيك كده من أول من أول مرة من الأول للآخر من غير ولا غلطة فبقوا مستغربين لأنه دي معناها يعني أنه كتابة موسيقية رفيعة المستوى طبعا ولا غلطة ولا حاجة وقفة عندها فتلموا عليها بعد ما خلصنا وطبعا وهم بيعزفوا مبسوطين أنه كل الحاجات ماشية مع بعض أن الميلودي الأساسي اللحن الأساسي بتاع عارفة ما هواش اللي هم بيلعبوه هم كل واحد بيلعب خط تاني قادس فبيكمل الخطوط الكتيرة اللي بيلعبوها دي بيكمله مخدة وتغليف كده وتصور لمعنى كل جملة بتتقال ومعنى كل كلمة هو ملحنها هو عمر خير عبقاري طبعا عبقاري مؤكد يعني أنه جامع بين الشرقي والعالمي يعني الفنان الكبير أستاذ علي الحجار يعني أنا يعني على مدار حياتك الفنية وتتبعها بحس دايما أنك فنان لا تتنازل عن الجودة لا تتنازل عن كل ما هو جميل يعني يعني كيف ستطعت على مدار حياتك الفنية وإنت بدئها وإنت تقريبا طفل يعني أنه فعلا ما حسناش في يوم الأيام أنك تعمل شيء ما في تنازل أنا غصب عني تورط في أني ما عملش أقل من اللي بليخ حمدي علمهولي وصلاح جهين والأبنودي وسيد حجاب وعمار الشريعي ويعني أسماء كبرى أسماء كبيرة يعني لما أتعامل مع مسقار محمد الموجي والمسقار بليخ حمدي والمسقار كمال الطويل يعني الناس دي والمسقار حلمي بكر يعني كل الناس دي لقيت نفسي مش هينفع أن أنا إلا عن المستوى دا لكن ما بروحش للريجة وخلاص اللي هي دلوقتي منتشرة أنا بروح كمان اللي ليه علي ما هنا ممكن أغني الأغاني اللي هي بتتغنى دلوقتي دي سهلة أوي بس يعني هل هتليق علي ولا لأ لأ مؤكد لأ مؤكد لأ ومش دي فعلا اللي ممكن ننتظره منك على الإطلاق بالضبط الناس هتسبق منك إيه يعني الناس عارفين دكتورة دورية شرف الدين ساعة ما تيجي هتعمل برنامج إيه هو البرنامج دا اللي ممكن تقدمه وأقل من كده مش هيقبله شكرا طبعا يعني على سبيل المثال مثلا مغنيتش أنت أبدا شعبي وقلت أنه مش لوني يعني مش ضد الشعب لكن أنا يعني لقيت أنك لاته جيده والله بعرف لما ببقى أنا وصحابي كده في قاعدة لوحدنا من غير تلفزيون أو لحاجة بعرف أغني شعبي طبعا لأنه هي طريقة طريقة في نقطة الحروف طريقة في اختيار المناطق الصوتية في مد حروف بتتمدش في تقصر حروف طب ليه مع صحابك بس لأنه لو أنا غنيته على الملأ يعني أو للناس أنا عارف أن أنا مش هتقبل مش هيقبلوا مني لكن ممكن عملوا جوه دراما يعني في مسلسل أبو العيلة البشري في مشهد المفروض الأستاذ أسامة نور عكاشة والمخرج أستاذ محمد فاضل قصدين أنه هما يقولوا أنه زوء الناس حيتغير طالع المفروض ومعايا أبو العيلة البشري الأستاذ محمود مرسي جاي معايا وانسني وأنا بقدم نفسي لأول مرة في المكان ده وبغني أغنية محترمة جدا رومانسية حلوة فالناس ما بتقبلهاش وبيحدفوني بالطماطم وبالأكل وبتدخل الرقاصة ورئيس الفرقة يقولوا لي هتودينا في ده ويدخلوا بأغنية بتقولي الغققق المؤقت لو قلتaneously صغل مؤقت لو قلت لو قلت أيوة حقول لا الهق المؤزل مؤقا لو قلت أيوة حقول لا الهق المؤزل مؤقا اتفرجي بقى أولاً أنا كنت زعلان قوي إن شركة صوت القاهرة نزلت الأغنية دي جوه ألبوم المسلسل لأنهم خدوا أغاني المسلسل كانت كتير عاملها الأبنودي العظيم يعني والمسيقار عمار الشريعي وأغاني كتير ونزلت في شريط والشريط دا باع ما بعت فظيعة السنة كنت زعلان إن هم حطوا الهق المؤزل مؤقا لأن اللي ما شافش المسلسل حيقول اللي بيعمله دا علي الحجار اكتشفت إنه هي اللي بعت الشريط وإن توقعتهم بإنه الناس هتبدأ تسمع كده دا حصل خلاص يعني الواقع أثبت لي إن هم عندهم استشراف للمستقبل وتوقع كان سليم جدا جدا لكن هي تجربة لم تتكرر لو جوا دراما ما عنديش مشكلة أنا عملت تلاتة وتلاتين مسرحية وده برضو رقم كبير بالنسبة للمطرب إنه يعمل مسرح يمس المسرح غنائي أحيانا استعراضي وأحيانا غنائي بس وأحيانا حاجات من من الألف لللياء كلها ميوزيكل كلها غنائية واستعراضية وكده فأحيانا بيبقى في مواقف جوا المسرحية فيها هزل فيها سخرية من موقف فيها بحكم الموقف يعني بحكم الموقف فمعنديش مشكلة جواد دراما إن أنا عملت كده لكن محمد فؤاد لما قال كاملننة ما عملتش أغنية مخصوص للأبوم الفلاني أو للشريط الفلاني أو عملها جوا عمل درامي أحيانا بعض الناس يعني بيقولوا إنه علي الحجار بيصنفوك أحيانا كمطرب سياسي موافق والله لا مش موافق لأنه كون المطرب بيبقى معاصر لأحداث بلده ومتابعها وبيغني لمواقف هو عايش وشافها ده مش شرط هنا يبقى عشان هو عايز أنا مش عايز أبقى مرسي الخليفة مثلا ولا عدلي فخري ولا الشيخ إمام ولا عمري فكرت في السكة دي إن أنا صنف نفسي في الحتة دي لكن فيه أوقات حصل فيها يعني أحداث مجتمعية غنت لها فاعتبروها إن هي إن أنا بغني سياسة لكن أصل المجتمع يعني سياسة يعني الظروف اللي بتحصل لأي مجتمع هي هي جزء طبعا من سياسة الناس والبلد وكده يعني فأه عملت كده أكتر من مرة جنب برضو عارفة وعنوان بيتنا زي مكان وصمره بعيون كحيلة أو ما تصدقين يعني يعني عادي يعني ألبوم عزوريني مثلا ده اللي هو باع أربعة مليون نسخة في أول سنة ما كانش فيه ولا أغنية سياسية فبيبقى على حسب وقت الثورة 25 يناير عملت ألبوم بحاله اسمه إصحى يناير على شهر يناير يعني أي وما بعش طبعا ولا أي حاجة الناس ما بتشتريش برضو الأغاني السياسية قوي لكني كنت بغني فيها لناس كبار للأبنودي برضو ناس يعني شعراء ملحنين كبار يعني وبتكلم عن هم مجتمع حصل وقدروا الشباب إزاي يقولوا لا في فترة سواء إحنا يعني كنا مع الثورة أو ضد الثورة لكن لما بعدنا عن الثورة 25 يناير بالتحديد وكل ما بنرجع لورا ونبعد ونتفرج على أحداث نلاقي إنه فيه حاجات كتير إحنا كنا رفضينها طلعتها اللي صح وحاجات كتير كنا يعني سخنين قوي يعني ومؤيدين وبتاع طلع إن كنا غلطانين الدحك علينا في ناس شخوص بعينهم كنا شايفين إنه هم وطنيين طلعوا لا طلعوا مدسوسين علينا يعني مؤكد الأيام والتجارب والسنين بتفرز طبعا 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 والأغاني اللي عملتها وقتها مثلا عشان أنتقد حاجة معينة لما لقيت إن أنا غلطان اعتذرت عنها بأغاني تانية برضا بنفس الوسيلة يعني أغنية طبعا لأننا ما عنديش يعني أنا لا صحة فيه ولا أعرف أعمل كتاب ولا كده فوصلتي الوحيدة أن أنا غني يعني للحوار بقية فاصل قصير نعود بعده لنواصل حدثنا مع الفنان الكبير علي الحجار حول حالة الغناء في مصر وكيف يعود الفن لدوره المؤثر في حياتنا الفنان الكبير أستاذ علي الحجار يعني دايما لما بنتكلم على الفن وصمع واحد زي حضرتك ومع توجهاتك ومع تاريخك الفني بنقول دايما أن الفن رسالة أن الفن مسئولية طبعا يعني على مدار سنوات عمرك وعلى يعني طبعا عدد آلاف الأغنيات اللي غنيت أبتالي أنت أكتر مغني في مصر غنة يعني بالعدد آه بس مش لازم شطارة يعني إحنا نتكلم على أربعة آلاف وخمس آلاف أغنية أيوه هل في حد سبقك في هذا الموضوع؟ يعني ما أعتقدش بس يعني هو يعني ده يعني حظ على فكرة مش شطارة برضو لأ شطارة طبعا أصلا أنا ما بختارش ولا أي مطرب بيختار مثلا أن يغني المسلسل الفلاني أه ولا يعني الأغاني اللي جوه ده ده بيبقى المخرج هو رؤيته وهو اللي بيبعت يجيب مطرب أه ما هو بيختار علي الحجار؟ يعني يعني ده حظ برضو أنه أنه يعني الأغاني اللي عملتها في الأول لقيت مصدقية عند مخرجين كتير وبدأوا ومنتجين وكده فبقى كده يعني بس المخرج هو عادة أو المنتج هو اللي بيختار الشعر والملحن والمطرب فحظ غريب جدا أن أنا كل المسلسلات أو 90% منها مش مقدمة ونهاية بس أي في أغاني جوه بتعلق الأحداث فعشان كده عمل عملت الكم ده زائد 33 مسرحية غنائية زائد الألبومات برضو حاجة و30 ألبوم وعملت في السينما أفلام كتيرة يعني 13 فيلم منهم فيلم اللي تشهر يعني اللي هو الفتاة الشرير مع الأستاذ نور الشريف الله يرحمه ده اللي اتعرف يعني وتشاف كويس جدا وكده حبيت التمثيل؟ آه طبعا طبعا أصلا بمثل من طفل في ابتدائي يعني في المسرح المدرسي ومسرح الجامعة بعد كده لما دخلت كلية الفرنون الجميلة يعني بالنسبة لي التمثيل لصيق بالغرض هو أنت دخلت الأول كلية التجارة وبعدين ما عجبتكش فحولت فنون جميلة يعني لقيت فنون جميلة أقرب لك هو يعني أنا كنت مجبر على كلية الحقيقة كلية التجارة مش لايقة عليك يعني خالص يعني أنا دخلوني قالولي جامعة القاهرة واسمك دخلت برضو جامعة وبتاعه وكده وأنا كنت قدمت في فنون جميلة متحان قدراته ونجحت لأنه أنا رسام كويس وتعلمت الرسمة من أبويا برضو هو رسام كويس أول فدخلت ونجحت في فنون جميلة وبقيت موجود في فنون جميلة بس ما بروحش لأنه هم موديني انتساب كلية التجارة فكام محاضرة كده مش عارف مش تام أي حاجة في المحاسبة ولا الكلام ده وقعد برسم بقى المدرسيين والطلبة وكده والدكتور بيشرحها طيب يعني بمناسبة كلية التجارة يعني سألوك كتير عندك مدير أعمال بتعرف تتعامل معه بشكل جيد فقلت ما يعني قعدت فترة طويل أنت ما عندكش مدير أعمال والله جربت ستة سبعة هم اللي يسوقوا الموضوع الإداري والمادي وتنظيمات الإعلانات والحفلات والموعيد والكلام ده كله كل مرة بحس إنه اللي يمسك لي شغلي ده لازم يبقى مؤسسة مش شخص يعني لازم يبقى حد أقدر أسمع كلامه يعني حد هو اللي بيسوق الموضوع من منطلق مؤسسي كبير مش واحد عايز ياخد عشرة في المية من كل شغل أنا يجيبها لي اللي هو لازم نشتغل عشان العشرة في المية تطلع العائد المادي من مسيرتك الفنية الغنائية الجميلة دي انت راضي عنه؟ والله أنا ربيت أولادي كويسة قوي دخلتهم مدارس كويسة جدا جدا وجمعات كويسة أنا عندي عربيتين تلات عربيات كمان في عربيات ألتة احتياطي وعندي بيت فيه استوديو وأنا واخد نصف جراج العمارة عامل فيه استوديو كبير مش بأجره طبعا لحد يعني مش عامله تجاري يعني بيوفر لي أنا لأن أنا بقعد في الأغنية بالأربعين ساعة والخمسين ساعة لغاية ما أخلصها بأفضل عيد كتير لغاية ما طلع الأغنية زي ما أنا عايز يعني فموفر لي كتير لأن أنا بنتك شغلي من سنة واحد وتمانين كنت الأول بنتك ببطء لأنه كان بتبقى طريقة الإنتاج غريبة شوية لأن أنا جات لي مثلا رحلة سفرية في حتة أو تتري مسلسل أو مسلسل ما سلت فيه فالفلوس الموجودة بروح شايل منها جزء أعمل بيه أغنية والباقي يعني التزامات الحياة العادية فأروح عامل أغنية وأستنى لما يجي لي حاجة تانية أقدر بعد المصاريف الحياتية يعني أنت مدير أعمالك آه كنت بعمل كده وأكمل أصل جربت أنه بعد طبعا أستاذ بليه حمدي أن المنتجين ينتجوا لي فبيختاروا لي بيختاروا لي حاجات عجبهم هما بس ما تلاقيش علي أنا فقررت أنه لأ مش هخلي حد يختار لي والحاجات اللي أنا اخترتها على فكرة هي اللي باعت كويس وهي اللي تشهرت يعني سواء عزوريني سواء الجنفة قلب الليل اشتركت في إنتاجه بأجري يعني مدفعتش فلوس وأحيانا الله كنت بيدفع يعني وأحيانا ومر استلافنا من عم جدل بواب خمسونين جنيه عشان لنجيب الأوركستر بتاع أغنية جفنوه وعلم الغزل بتاعت المصاري محمد عبد الوهيد جفنوه وعلم الغزل ده أغنية طبعا معروفة للأستاذ الكبير محمد عبد الوهيد طبعا يعني كيف أتاح لك وأباح لك إنك أنت تغنيها والله يعني كتر خيره طبعا الله يرحمه إنه هو كان الوسطة في الحكاية المخرج حسن الإمام لأنه مودي الإمام هو اللي كان بيوزع الأغنية المخرج حسن الإمام طبعا صاحب الموسيقار عبد المحمد عبد الوهيد يعني فدله نسخة من الأغنية بعد ما سجلناها وقال له خد اسمع الوهيد عمل إيه أي فسمع راح مكلم مودي الإمام في التليفون شكره ولقيته مرة وأنا عند القصص حلمي بكر في البيت بيكلمه فعرف منه واضح إنه بيقوله تعالى أو كده فعرف منه وقال له أنا قاعد بس مع حبيبك علي الحجار ويعني شوية كده واجيلك فقال له اديهولي وفي المكالمة أثنى جدا جدا وشكرني على الأغنية وقال لي أنا عجبني إنك مقلت تنيش فدي كت شهادة كبيرة إنه يقول لي عجبني إنك مقلت تنيش يعني غنيتها إزاي عشان كده ما طب نسمعها أقوز إيمانها وإحنا مدام باتكلمنا شوية عن نجاح عارفة ونجاح على قدم محبينا اللي قدمها لنا اللي قدمهاي الأستوث بليه حمدي ممكن أغني عارفة لأنها ما فيهاش كرال بيرد أنا الشخصية اللي بحبهاها جدا جدا وبالتالي أحب أسعيد أن أنا أسمعها تفضل لترخي لك عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على رحتي معاكي وكأنك أمي عارفة حاسس أني الأول مرة بشوفك وإني بشوفك من أول لحظة في عمري حاسس أني الأول مرة بشوفك وإني بشوفك من أول لحظة في عمري حاسس أني أمامة بتشرب في كفوفك حاسس أني أمامة بتشرب في كفوفك وإنك شجرة وضلة ومية بتجري مش عارف ليه مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على رحتي معاكي وكأنك أمي مش عارف ليه جميل جميل يعني الحقيقة هي تركيبة جميلة جدا 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 صوت جميل ولحن جميل وكلمات جميلة لازم يبقى فيه يعني هذا الناس أنا عايزة أسأل حضرتك برضو سؤال يعني أنت وجدت من يرعاك من يرعى موهبتك من يرعى المواهب الفنية في مصر الآن الموسيقية والغنائية هو وقتها طبعا كان في شركات إنتاج كتير وكان الأستاذ بليغ حمدي عنده شركة إنتاج شريك في شركة إنتاج مع مادام واردة وموريش اسكندر ربنا نرحمه يعني ففي شركة هو مش هيطلع من جيبه يصرف على موسيقيين وستوديوهات وشاعر ومطرب يعني في شركة شركة بتنتج وبتكسب من وراء إنتاجها بعد ما بتصرف على إنتاج الأغاني للمطرب ده فدلوقتي ما فيش شركات بتنتج والأمل عندنا بس في الدولة فإحنا محتاجين دلوقتي أنه من تاني يا صوت القاهرة ترجع تاني اللي هي صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لأنه يعني الحقيقة المواهب هتزهر وتختفي دون أن يكون لها أي رد فعل في عالم الفني يعني يا دكتورة والله لو قلت لحضرتك أنا بعد ما عملت البوست ده يعني كتبت كده على صفحتي للناس رسالة اللي شايف نفسه عنده موهبة في الشعر أو في الغنى أو في العزف يبعت لنا جالي في خلال شهر ونص حوالي ألفين موهبة كلهم بقوا يجولي من المحافظات مصر مليانة وأنا مجند في الجيش كنا بنلف كان معايا في نفس الفترة محمد مونير وعمر فتح الله يرحمه كنا بنلف على كل محافظات مصر نغني للكتايب والسرايا الجيش كمية الشعرة والملحنين والمطربين اللي قابلناهم قاعدين في بلادهم منتظرين فرصة إنهم إزاي ينزلوا القاهرات يجبوا مبنى مسبيرو أو شركة صوت القاهرات تتبناهم أو شركة من الشركة أو يبقى فيه مسابقات ويبقى فيه برامج ما كانش فيه بقى الحاجات دي أيام ما كنا في الجيش يعني يعني حتى لو معلش أنا هقولك بصراحة خالص حتى برامج اللي بنشوفها اللي بتكسب كويس أو بيجيبوا فيها نجوم ثلاثة أربع نجوم قاعدين هما اللي بيحكموا بعد ما النتيجة بتطلع وفلان بيطلع الأول وأحسن مطرب فيهم ما بنسمعش عنه تاني يعني المفروض إنه الأربعة خمسة اللي صفوا في الآخر أو التلاتة اللي صفوا في الآخر الأول والتاني والتالت مثلا يتخذوا دول يتعامل بيهم بدل ما إحنا موروطين في أغاني ما يصحش إن هي تتغنى الفن بيرقي زوء الناس يعني يعني مش بينزل بالناس لتحت لا يعني فعلا مهم جدا جدا إنه يبقى فيه من يرعى المواهب في مصر ومواهب من يعني في اتجاهات مختلفة يعني الغناء والتلحين والتمثيل كل حاجات الفنية افتكرت حاجة مهمة جدا لما كانت الإزاع المصرية والتلفزيون المصري كان فيه حاجة اسمها لجنة بتنعقد مرتين في الشهر كل تلاتين كل يوم يعني التلات ده لأ التلات اللي بعده فمرتين في الشهر اللجنة دي بتقايم الشعر واللحن والمطل هتبقى كل حاجة متفلترة كويس والسوشال ميديا انتو حرين فيها اعملوا اللي انتو عايزينه بس اللي يطلع من شركات الانتاج أو شركة الانتاج الكبيرة اللي هي هتبقى الدولة كنا ضمنين دايما وقتها إنه فيش أي حد كده يدخل يلحن أو يكتب شعر على مزاجه أو يغني على مزاجه وبالتالي يعني زي ما بنقول إن العملة الجيدة من الممكن أن تطرد العملة الرديئة من السوق لو حدث هذا يعني لو حصل بقى وبقت هو ده المشروع يعني او دي الظاهرة رجعت من تاني احنا فعلا محتاجين لهذا المشروع مؤكد يعني صحيح يعني لو حالك دلوقتي بتشوف الزوق العام في مصر حاليا ماذا يقبل وإيه اللي بيرفضه بشوف إنه الزن على الودان أو الداية على الودان أمر من السحر فاللي بيزن على الودان الناس بقالوا فترة طويلة مش الفن الحقيقي يعني حاجات أكسب أقول عليها فن أو ما يصحش إنها تطلع مني كلمة إن ده فن إن الفن يعني حاجة راقية يعني حاجة يعني رسالة مهمة إنما اللي إحنا بنسمعه اللي هو كتير جدا 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 وملايين معاهم موبايل في إيديهم بيسمعوا عليه الحاجات دي وخلاص اختاروا لنفسهم الإزاعات الخاصة والقنوات الخاصة بتاعتهم لأنه مفيش في المقابل في القنوات الإزاعية والتليفزيونية الكتيرة جدا الحكومية مفيش برنامج واحد بيقول مع الأغاني لكن كان بيبقى فيه القناة التانية عارفين أول بول العلم فيه أغاني شكلها إيه وفيه على القناة الأولى أماني وأغاني في أكتر من برنامج كان بيعرف الناس كل يوم 10-12 مطرب بأغانيهم الجديدة وكان كلها حاجات محترمة ما تتكسفيش تتفرج عليها أنت وبنتك أو ابنك أو كده وبالتالي يعني وجود برامج من مثل هذا النوع مهم طبعا طبعا مهم جدا إن إحنا لو دي حاجات موجودة وبكيفية جيدة وبكم كبير على طول هتطرد الحاجات التانية العملة الرضيئة من التداول هي أكتر بقت موجودة أكتر وما فيش في المقابل حاجة بترد عليها أنا عايزة أسأل حضرتك برضو أنت على المستوى الشخصي ماذا تتمنى على المستوى العام ماذا تتمنى أيضا؟ كل أمنيتي يعني اللي من زمان بحلم بيها هو اللي إحنا بنتكلم فيه ده إنه والله العظيم تلاول فن تعدل حاجات كتير جدا جدا في الدنيا هتتعدل فن والثقافة يعني فيعني أتمنى أنا خايف على أولادي وولاد صحابي وكده من إنهم يعني أنا شايف إنه الاربعين سنة اللي فاتت دي بقت الناس بتسمع النشاز على إنه ده الصح ويمكن يسمعوا الصح على إنه ده مش حلو من كتر الإلحاح ما هو فعلا الزن والدوية على الودان باللي موجود لازم لازم الناس تصدقوا الدولة هي اللازم تحط قديها من تاني لأن إحنا طول عمرنا كنا نشوف قناة الأولى والتانية وصوت القاهرة والقطاع الاقتصادي والقطاع الإنتاج هم اللي بيعملوا الفن للناس في مثلا الناس تقول إنه مش هتنفع هذه المؤسسات في هذا العصر الحديث مثلا أصل إذا كانت هي لربة أخلاق الناس بالزبط إزاي تبقى أنا مع حضرتك تماما يعني طبعا في هذا الرأي يعني إحنا تعلمنا من الفن اللي كانت الدولة بتقدمه زمان تعلمنا الحياة والصح والغلط وتعلمنا نرأي زوقنا إزاي وتعلمنا حاجات كتير جدا جدا لما تلاقي برنامج بتقدمه موزيعة في طا حسين ونجيب محفوظ وأنيس منصور وأصغر واحد فيهم مفيد فاوض يعني إيه ده؟ فين البرامج؟ الكبيرة ليلة رستم طبعا آه يعني والإزاعة كانت بتقدم يعني حتى المرامج الغنائية اللي كانت بتقدم الصورة الغنائية اللي كانت بتقدم سواء الدندرمة ولا عوف الأصيل ولا حاجات دي وانتي بتسمعي فن جميل بتسمعي لغة حلوة اللي الناس بتمثل بلغة محترمة كمان بتطلعي بمحتوى وبهدف بتطلعي ازاي من عوف الأصيل بالأمانة فكرة الأمانة حاجة مهمة جدا بتطلعي بالدندرمة من الدندرمة بإنه الحكاية مش أنا هجاوز بنتي واحد غني ولا فقير المهم هو إنسان يعني هيصنها ويحميها ولا لأ يعني يعني هي صورة غنائية لكن بتقدم محتوى أخلاق أخلاق برامج الأطفال حتى في اكتشاف المواهب أكيد أكيد طبعا يعني وتعليم يعني كثير من لو حضرتك دخلتي على القناة بتاعتي هتلاقي طفل وطفلة كل واحد لوحده يعني في أيام بعيدة عن بعضها بيغنوا غناء رائع ومعندكيش فكرة التعليقات اللي بتيجي وعدد المشاهدات اللي جاي عليهم أكتر من المشاهدات اللي بتيجي علي أنا جميل لأنه الناس بتفرح بالأمل والطفل بيبقى اللي هو الأمل هو الريحة المستقبل الحلو ابنك وهو أيضا من مستقبل الحلو إلى أين وصل يعني أحمد إن شاء الله أحمد حجار أحمد حيبقى حاجة مهمة جدا وعجبني إن هو مش مستعجل يعني يمكن هو معروف على السوشيال ميديا أكتر يعني لأنه لغاية دلوقتي ما تقدمش مثلا في حفلة ما عندناش كمان لالة تلفزيون وأدواء المدينة زي زمان لو الحاجات دي رجعت والمواهب اللي زي أحمد تقدمت فيها هتلاقيه بين يوم والليلة تعرف خلاص وبيقدم محتوى عظيم جدا جدا كمان قاعد يدرس في القاهرة وفي أمريكا في بيركلي تسع سنين قاعد بيدرس مزيكة وقيادة أوركستر مؤكد النات الجميل طبعا ومطرب كويس قوي وحظه نتعلم على إيد أبوي اللحق بابا حفظه هو طفل صغير عندي ليه تسجيلات بيغني موشحاته أدوار قديمة كمان يعني موهوب جدا 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 وأنا شايف إنه هو عدم استعجاله ده مش ضده على فكرة أنا برضو سمعت إنه فيه أغنية لبليغ حمدي حيث بتحضرها حاليا أيوه 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 دي فرحتي بيها كبيرة جدا جدا لقيت المهندس أسامة فاهمي ابن أخت موسيقار بليغ حمدي بعيت لي أغنية مع صديقنا الصحفي أيمن الحكيم أيمن الحكيم كان عامل كتابين عن بليغ حمدي يعني وهو صاحب الورثة وكده صداقة شخصية يعني فلقيته بيقول لي المهندس أسامة فاهمي ابن أخت موسيقار الكبير بليغ حمدي موسيقار بليغ حمدي بعيت لك الأغنية دي قلت له إيه الأغنية دي لقيت 12 دقيقة السيد بليغ حمدي بيغني على العود وبراحت هو اللي عمال يكتب الكلمات واللحن عمال يتداعى معاه واضح إن دي نسخة تلحين مش بعد ما لحن مثلا بيغنيها بقى لا ده دي النسخة اللي بي المعمل نفسه هو بيعملها لسه عشان كده أخذ منه 12 دقيقة وبيعيد في جمل تاني وكده بيعملها مع نفسه لنفسه يعني هي أغنية بليت كان بيلحن لنفسه كتير على فكرة أن أيام كنت معاه يعني أقعد معاه مثلا بيلحن في اليوم خمس ست سبع ألحان كده مع نفسه مش دي الفلانة وده الفلانة يعني هو وجد الأغنية دي إنها بقى قابلة إنها تغنى عن طريقك وإنك أنت أكتر صوت ده ابن أخته لكن هو بليغ نفسه الله يرحمه يعني عملها من أكتر من 20 سنة لنفسه كده فالقنية عن مصر وحلوة جدا جميل لقيت إنه فرصة حلوة جدا إنه أنا غنيها وإن الناس يعني بقدموا هالي كده يعني بعد ما نخلص الحلقة يعني هنروح نعمل بقى المكساج إن شاء الله تبقى أغنية جميلة جدا جدا يعني علي الحجار وبليغ حمدي ده شيء عظيم أولا يعني بنشكر حضرتك جدا ويعني ساعدنا بوجودك معنا ويعني بنحبك وبنحترمك في نفسك ربنا أخليك شكرا جزيلا في الختام أشكر ضيفي الفنان الكبير علي الحجار ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر